السلام عليكم الله يسعد أو قاتكن أتمتت أو جدولة المهام هي واحدة من الأمور اللي أكيد بيوم من الأيام خطر على بالك كيف ممكن أنك تعملها لأي سبب من الأسباب أو لأي غاية بدك تستخدمها بدك تأتمت أو تجدول عملية تحديث النظام بدك تعمل عملية باك أب بشكل أوتوماتيكي كل ساعة ساعتين ثلاثة فعندي الأنظمة المبنية على Unix أو Unix Like Systems في عندي الأداة الستاندرد اللي ممكن أني أستخدمها اللي هي أداة كرون أداة كرون ميزتها أنها بتشتغل على أي نظام Unix Like سواء كان لينوكس سواء كان FreeBSD أو BSD سواء كان ماكينتوش فهي الأداة ممكن أني أستخدمها في عندي الطريقة الثانية اللي ممكن أني أستخدمها لأوصل لنفس النتيجة هي باستخدام SystemD Timers بس عيب عيب هاي الطريقة أنه ما بتشتغل إلا على الأنظمة اللي في عليها SystemD فبهذا الشكل عندك الماكينتوش راح تنسى الBSD راح تنسى أي توسيع لينوكس ما بتستخدم الSystemD راح تنسى وما بيشتغل عندي التايمر بينما الكرون بتشتغل على كل الأنظمة لتثبيت الكرون أنا ما في عندي هي موجودة على كافة التوزيعات فبالأعم الأغلب راح يكون اسمها على الأقل على لي على Arch وعلى فيدورة اسمها Cronie C-R-O-N-I-E أما على بقية الأنظمة فهي بالأعم الأغلب تكون موجودة تكون نازلة بشكل أوتوماتيكي حتى على فيدورة فهي نازلة وما في عندك إلا أنك تستخدمها لحتى نستخدم كرون أو كرون تاب أو كرون جوبس أنا ببساطة راح أكتب الأمر التالي راح قل له كرون كرون تاب داش إي هذا لحتى أني أعمل لحتى أني أعمل مهمة جديدة فأول ما أضغط Enter بحالتي أنا ما أعطاني أي رسالة أنه بده شو هو المحرر النصوص اللي بدي أستخدمه أنت ممكن أنه يعطيك عدة خيارات تختار محرر النصوص سواء كان Nano سواء كان ED سواء كان VI سواء كان VIM فأنت بتختار محرر النصوص اللي بناسبك هلأ اللي طالع عندي على الشاشة ممكن أنه ما يطلع عندك هاي الأسطر أنا وضفتها بس لحتى وضح لك شو هو السينتاكس أو شو هي صيغة المهمة اللي بدنا نجدولها كيف ممكن أنه نكتبها فهلأ أنا بيجي لسطر جديد مثل ما اللي شايف أنه أنا لحتى أني أعمل عملية جدولة أو أتمتة رح يلزمني رح يلزمني خمس أو ست عناصر بالسطر اللي بدي أكتبه عندي العنصر الأول أنا هون حاططهم نجم بعدين هلأ رح أحكي شو بتساوي كل واحدة منهم فعندي نجمة ثلاثة أربعة خمسة وبعدين في عندي إما الأمر مباشرة أو إذا كان في عندي سكريبت معينة بدي أعمل لها عملية الجدولة فكيف ممكن أني أستخدمها رح يجي لسطر جديد ببداية السطر ما رح يكون في عندي الهاش الهاش بس لحتى وضح أنه هاد عبارة عن كومنت فرح يكون في عندي الصيغة التالية في عندي نجمة مثل ما حكيت عندي نجمة ثلاثة أربعة خمسة وبعدين عندي الأمر اللي بدي نفذه هلأ رح نكتب أمر شو معنى كل وحدة من هاي اللنجوم الخمسة مثل ما لي شايف بالتعليقات اللي أنا كتاركها ببداية الملف النجمة الأولى بتدل على عدل على الدقيقة اللي بدي أعمل فيها الأمر فرح يكون في عندي من الصفر للتسعة وخمسين النجمة التانية أو الخانة التانية هي الساعات في عندي من الساعة واحد للساعة أربعة وعشرين النجمة التالت أو الخانة التالت هي اليوم من الأسبوع عندي من اليوم واحد لليوم واحد وثلاثين النجمة الرابعة أو الخانة الرابعة اللي هي الشهر عندي من الشهر الأول للشهر 12 أو ممكن أني أكتب أسماء الأشهر بالإنجليزي من جان إلى ديسمبر رح يكون عندي بس أول ثلاث أحرف من اسم الشهر جان فيب مار لنوصل لدي أو ديسمبر الخانة الأخيرة أو النجمة الخامسة اللي هي اليوم من الأسبوع عندي من الصفر للستة في حين أنه الصفر هو بيبتدي بيوم الأحد والستة اللي هو يوم السبت كمان ممكن أني أكتب اسم اليوم مباشرة بدل ما أني أكتب صفر للستة بدل ما أني أكتب أرقام بعد ما حددت الأرقام الخمسة بعدين بحط السكريبت اللي بدي أعملها فلنقول نشوف كيف ممكن أني حط الأرقام اللي بدي إذا حطيت نجمة بدون أحط أي رقم أنه عمل لي إياها بكل دقيقة أو بكل ساعة أو بكل يوم نجمة معناها كل دقيقة على سبيل المثال النجمة الأولى فرح ياخد الدقيقة واحد الدقيقة اثنين وصولا للدقيقة خمسة وتسعين تسعة وخمسين نفس الشي بالنسبة للنجمة التانية إذا تركتها نجمة فهو رح يجي للساعة واحد للساعة اثنين للساعة ثلاثة للساعة اثنعاش للساعة تلاتة اللي هي ساعة واحدة فهو كمان رح ينفذ لي الأمر كل ساعة نفس الكلام بينطبئ عن نجمة التالتة إذا ما حددت أي رقم فهو رح يعمل ليها بكل يوم من أيام الشهر فهي رح تكون بشكل يومي النجمة الرابعة إذا ما حددت رقم فهو رح يعملها كل شهر ونفس الكلام بينطبئ عن نجمة الخامسة إذا ما حددت أي رقم فهو رح يعملها بكل يوم من أيام الأسبوع طيب لنقول أنه أنا بدي أعمل باك أب لنظامي كل يوم عند الساعة لنقول لساعة 8 الصبح ورح تكون 8.00 فهلأ رح إيجي بستبدل النجمة الأولى رح قل له 0.00 اللي هي عدد الدقايق النجمة الثانية رح قل له 0.8 وبالنسبة للنجمة الثالثة أو الخانة الثالثة رح أتركها كنجمة لحتى يعمل ليها كل يوم من أيام الأسبوع النجمة من أيام الشهر النجمة الرابعة رح أتركها لحتى يعمل ليها كل شهر من أشهر السنة والنجمة الخامسة أو الخانة الخامسة رح أخليها كنجمة لحتى يعمل ليها كل يوم من أيام الأسبوع هلأ بعد هدول الخانات الخامسة لازم أني حط الأمر اللي بدي نفسه فأنا بعرف أنه بمثار الهم اللي عندي فيه عندي مجلد اسمه كرون بدي اعمل عملية نسخ لمحتويات هاد المجلد لمجلد تاني فرح ايش يقول له رح حط المسار الكامل لأمر CP اللي هو USR بين CP بعدين لازم باعتبار انه انا بدي انسخ مجلد رح قل له R بعدين رح قل له المسار الكامل للمجلد اللي بدي انسخه فرح قل له slash home slash هشام slash cron slash original وباعتبار بدي انسخ كافة المحتويات رح اعطيه التريلينج slash بالنهاية بعدين هاد المسار بدي انسخه لمسار تاني فرح قل له home هشام cron copy هلا انا ما بدي اعمل هاد الامر على الساعة 8 صباح لانه هلا ساعة 9 المساء هلا ساعة 9 و33 فانا بدي اعمل هاد الامر لنقول الجدوة ليه بدي اعملها بعد دقيقتين رح قل له 35 35 والرقم التاني او الخانة التانية رح حطها 21 خلينا نحفظ الملف متل ما لي شايف اللي cron tab installing new cron tab خلينا نستنى لحط تصير الساعة ساعة 9 و35 ونشوف هل رح يشتغل الامر ولا لا طيب وهلا صارت الساعة 9 و35 خلينا نشوف هل نشحت الخطوة ولا لا فلو اجيت وقلت له ls رح شوف انه صار في عندي مجلد اسمه copy بس ضمن هاد المجلد هل في عندي محتويات المجلد الاصلي فلو قلت له ls copy رح شوف انه ضمن الكوبي صار في عندي الفايل واحد اللي هو موجود فعليا ضمن الوريجينال لحتى استعرض هاد الكلام بطريقة تانية لو قلت له ls-tree طبعا هاي ls اللي هي عبارة عن الياس لل exa وليس ls العادية هاد البرنامج انا بنزله بشكل منفصل هلا لو قلت له tree رح شوف انه بالاوريجينال في عندي الفايل واحد وبالكوبي في عندي الفايل اتنين فمعناها عملية الجدول اشتغلت بشكل صح خلينا نرجع مرة تانية للكرون تاب dash e لحتى نشوف بعض الامور التانية انا لو ما كان بدي حدد الدقيقة او الساعة او اليوم اللي بديها لنقول انه انا بدي اعمل كل خمس دقايق فبدل ما قل له 35 رح استبدل 35 بنجمة وبعدين رح قل له slash وبعدين بقل له خمسة هاد رح يعمل لياها كل خمس دقايق لو كان بدي اعملها كل ساعتين فرح ايجي للخانة التانية بدل ما احط الساعة اللي بدي اياها رح قل له نجمة slash 2 هاد رح يعمل لياها كل ساعتين نفس الكلام لو كان بدي حدد انه اعملها كل يومين كل ثلاثة ايام رح ايجي للخانة التالتة رح قل له نجمة بعدين slash عدد الايام اللي بدي اياها بالنسبة لعدد الايام بالنسبة للاشهر اذا كان بدي اعملها كل شهرين فبقل له نجمة slash 2 هاد الكلام بينطبق للخانة الاخيرة فبهاي الطريقة ممكن اني حدد اي ما بدي اعمل المهمة او الامر اللي بدي طيب لنقول مثال تاني لو كنت بدي بدل ما اني يقل له كل خمس دقايق اعمل لي اياها بدي اعمل لي اياها عند الدقيقة الدقيقة الاولى والدقيقة 30 من الساعة الفلانية فرح ايجي للخانة الاولى رح استبدل النجمة رح اعمل لي اياها عند الدقيقة الاولى رح قل له عند الدقيقة واحد بعدين بحط فاصلة بقل له الدقيقة 30 بدي أعملها عند الدقيقة 45 كمان فرح قل له فاصلة وقل له 45 فبهي الطريقة ممكن أني حدد عند أي دقيقة من كل ساعة رح يعمل لي إياها لو كان بدي حدد رينج محدد مثلا أنه عمل لي الأمر أو أعملية الأتمة أعمل لي إياها من الساعة الأولى أو من الساعة واحدة للساعة خمسة فرح يجي لخانة الساعات ورح قل له عمل لي إياها من الواحد بعدين رح حط الداش للساعة خمسة فرح يجي عند الساعة واحدة، الساعة ثنتين، الساعة ثلاثة، الساعة أربعة والساعة خمسة رح ينفذ لي هذا الأمر طيب مثل ما حكيت بالبداية أنه أنا لحتى نفذ الأمر لازم أني حط المسار الكامل طيب أنا لو ما كنت بدي حط هذا المسار بالكامل ومس بدي حط السي بي كيف ممكن نخلي الكرون يتعرف على أمر سي بي على أنه فعلا أمر موجود عندي فلازم أني حط المسار ببداية الملف فلو أجي لبداية الملف وضف السطر جديد رح قل له بأحرف كابيتال باث بعدين رح قل له يساوي وهلأ بحط المسارات اللي في عندي فيها الأوامر أو السكريبتات اللي بديها فلنقول بالنسبة لأمر سي بي مثل ما حكينا هو موجود باليو اس آر بين طيب لو كان بدي ضيف أكتر من مسار واحد فبين كل مسار والتاني رح حط نقطين بدي يكون في عندي مسار تاني اللي هو يو اس آر اس بين كمان هاد مسار من المسارات اللي ممكن انك تلاقي فيه أوامر أو برامج بدي يضيف مسار شخصي مساري أنا اللي حاطت فيه سكريبتاتي الشخصية فرح حط نقطين رح حط المسار الكامل اللي هو هوم هشام بحالتي أنا موجودين عندي السكريبتات بـ .local bin لو في عندك برامج أو سكريبتات موجودة لنقول على بالهوم ديركتوري ضمن مسار اسمه بين فرح يكون حطينا نقطين بعدين بحط سلاش هوم سلاش هشام سلاش بين بهذا الشكل بتحدد المسار اللي بدك يا وما في داعي انه بالسطر الأخير أو بالسطر اللي حاطت فيه عملية الأتمة تحط المسار الكامل للأمر أو للسكريب طيب هاد بالنسبة لموضوع الأوامر بالنسبة للسكريبتات فهو نفس الوضع فلنقول انه أنا ضمن مسار الـ .local bin في عندي سكريبت معينة بعرف انه في عندي سكريبت بتنفس لي عملية الـ .backup فرح يجي لهذا السطر بعد ما حددت الدقائي أو حددت المدة الزمنية أو الساعة اللي بدي اعمل فيها الأمر رح يجي للقسم الأخير واستبدل الأمر بالسكريبت بحد ذاتها فرح بدل هاد الكلام ورح قل له هوم كمان بهي الحالة باعتبار انه أنا بالسطر الأول حددت انه الـ .local bin هو path فما في داعي اني حط المسار بالكامل بس أنا لحتى وضح لك ياها بالفيديو رح حط المسار الكامل فهو هوم هشام .local bin وفي عندي أمر اسمه rsync اللي هو بيعمل لي عملية العملية الـ .backup أو النسخ الاحتياطي فبهي الطريقة لو اجينا وفتحنا هاد الملف فلو قلت له .local bin rsync .sh رح شوف انه هاد عبارة عن أمر بيعمل لي عملية النسخ الاحتياطي ما في داعي اني اكتب كل واحد من هدول الأوامر الموجودة بهاد الملف اني اعملها بعملية بسطر كرون جديد فهاد طلعنا منه وهلأ صار هاد صارت هاي السكريبت بتتنفذ عند أول دقيقة عند الدقيقة 30 الدقيقة 45 من الساعة واحدة للساعة الخمسة من كل يوم من أيام الأسبوع والشهر والسنة طيب هل ممكن انه يكون في عندي أكتر من أمر واحد أو أكتر من عملية جدولة واحدة ضمن الملف اللي انا فاتحه او ضمن الكرون تاب طبعا بكل بساطة فانا بيجي بدل ما يكون في عندي سطر واحد بيكون في عندي سطر لكل أمر أو لكل عملية جدولة بدي أعملها فبيجي لهاد السطر رح استبدلها رح قل له من الواحد رح قل له من الواحد لال30 فهو رح يعمل لي ياها كل دقيقة بعدين رح قل له عمل لي ياها كل ساعة ورح قل لي الأمور الثانية على وضعها ورح يعمل لي الأمر الفلاني ممكن اني غير الأمر اللي بديها بالنسبة للسطر الثالث رح يكون في عندي نفس الوضع هلأ بحفظ الملف وبطلع منه فلو رجعت وقلت له كرون تاب هاد الأمر اللي ما شفناه اللي هو الأمر الأخير بدي شوف شو هي المهام أو الجوبس اللي موجودة عندي فبدل ال-E رح قل له-L رح شوف انه في عندي الأمر الأول في عندي الأمر الثاني وفي عندي الأمر الثالث فبهي الطريقة ممكن انك تجدول كافة المهام اللي بدك ياها باستخدام كرون بلتقي فيكن بالفيديو الجاية وبأمان الله